موسيقى قيل الكثير في أهمية العمل العربي اليهودي بهدف رأب الصدع الذي سببته السياسة بين أطراف المجتمع المختلفة مركز مساوى قام بمبادرة جديدة بعنوان تضامن بهدف نقل فكرة التضامن من عالمها النظري ونشاطها الاجتماعي لتصبح موجودة ومؤثرة في المجال السياسي أيضا وعبر تعاون بين الفنانين والنشاطاء من أقليات إثنية أجل وقت أننا كفلسطيني نكون لعيبا لنغير المعادلة هذه المعادلة ممكن تغييرها بس من أننا بثقة بنفسنا نبادر ونقوم بتغيير المعادلة من خلال خلق أيضا فهم التناقضات الموجودة في داخل المجتمع اليهود أولى نشاطات هذه المبادرة كانت في قرية جسر الزرقاء المحاصرة من قبل مدينة قيساريا والتي تعاني من سياسة إفقار وتهميش من قبل الحكومة في حي الصيادين في جسر الزرقاء اتحد الرسامون الروس والرسامون المحليين ورسموا معا وجع هذه القرية والذي نقله فيما بعد الفنانون الروس لمجتمعهم أفضل مثال لنجاح هذه الفكرة القائمة على إيجاد عامل المشترك بين مجموعات إثنية أقلية لتدعم الواحدة منها الأخرى هي قائمة من أجل بلدي التي أقيمت في مدينة تل أبي بيافة وأثبتت نجاحها بعد أكثر من ثماني سنوات من تأسيسها كان هناك تكاتف بين هويات سياسية مختلفة كليا متضاربة كان هناك الشريك الأول لهذه اليد التي مدتها الجبهة الديمقراطية للسلام والمسلم كان من الليكود مرشح الليكود والبعض الآخر وهو كان مختلف كليا لأننا رأينا وضعنا أمام أنفسنا أن هناك خيار لعمل مشترك يخص الحياة الاجتماعية اليوم يومية في السلطة المحلية يؤمن القائمون على مبادرة تضامن أنها تشكل فرصة لتوحيد صوت الأقليات ودعم بعضها بعضا والهدف من ذلك مواجهة سياسة فرق تسد السائدة